أهم الأسئلة والاستفسارات اللي بتجينا دائما ندسألنا كأطباء طيب دكتور أنا واجبي تجاه بهذه الفترة مثلا عرفت أنه عندي كورونا أو أنا ما عندي كورونا لكن أنا بدي أقي نفسي من الكورونا صراحة علاج الكورونا لا يمكن يتم فقط في المشفى علاج الكورونا هو واجب لكل إنسان موجود ضمن المجتمع كل إنسان موجود بميناتنا في عنده واجب تجاه التخلص من هذا الوباء المنتشر حاليا في كل أنحاء العالم لذلك الناس عم تسأل أنه أنا مثلا ما هو الشيء اللي مثلا ممكن استخدمه لحتى أقي نفسي من الكورونا بعض الناس مثلا تخرج من المنزل تعود إلى المنزل هل أضع معاقيمات داخل المنزل أنا ما عم بخرج مثلا شو استخدم بهاي نحن بالدقائق القادمة إن شاء الله حنتكلم عن طرق الوقاية الطرق الوقاية المهمة جدا بالنسبة لموضوع الطرق الوقاية الموجودة عنها حاليا في عدنا عدة أنواع في عدنا مريض موجود داخل المنزل هو لا عم يخرج إلى خارج المنزل ولا عم يدخل الشيء الأولي ممكن نحن نستخدمه هو عبارة عن الماء والصابون الماء والصابون هو كفيل للإنسان أنه يتخلص من الكورونا الكورونا مثل ما ذكرنا هو عبارة عن فيروس محاط بطبقة شحمية أقل استخدام للصابون والسائل مباشرة بيقضي على الفيروس يعني هو فيروس هش جدا إذا تعاملنا معه ونحن بشكل كتير حذر من خلال الغسيل المتكرر بالماء والصابون طبعا غسيل الماء والصابون بيكون بمواقف محددة طبعا قبل الطعام بعض الطعام، دخول منزل، خروج، دخول منزل مثلا بعد استخدام مثلا القطع النقدية مثلا أو الأوراق النقدية بعد مثلا بعض الأكياس الموجودة مثلا من المنزل الشخص الداخل منزل الصافي عندي مثلا مثلربة المنزل البائتية مثلا أكياس من الخارج أو مثلا بائتية كتير من الأغراض فهي بيكون stems عندنا نحن طبعا بعد الاستخدام يكون في عنا غسيل من اليد في أحيانا نحن عندنا استخدام للمعقمات مثل المعقمات الموجودة عندنا نحن هاي المعقم طبعاً بتتم استخدامها خالباً للأشخاص اللي مثلاً ما بيكونوا يتوفر عندهم بأماكن هو عبارة عن ماء وصابون في عنا نحن الاستخدام بيكون بهذا الشكل طبعاً فيه له طريقة معينة للاستخدام بيكون في عنا غسيل لليد بهذا الشكل مشان تعمل يد بشكل كامل تمام؟ طبعاً هذا الأمر لازم نحن نعلم فيه كل الأشخاص الموجودة عندنا بتم تعقيم اليد بشكل كامل وهذا الأمر ما بيسمح لنا أنه يكون انتشار للفيروس لأنه الانتشار للفيروس بيكون عندنا طبعاً هاي الطريقة الأساسية اللي نحن نعقم فيها وبتم تعقيم طبعاً اليد بشكل كامل طبعاً هدف الأساسي من تعقيم اليد شو هدف الأساسي؟ الهدف الأساسي أنه أنا أثناء مصافحة أي شخص أو انتقال عن طريق العطاس أو السعال انتقل الفيروس إلى إيدي فممكن أنا مثلاً يصير في حك للعين أو ممكن وضع اليد على الأنف أو مثلاً للفم فبصير فيه انتقال للفيروس إلى الأغشية المخاطية الموجودة بالفم أو بالأنف أو بالعين لذلك نحن بصير فيه عندنا التعقيم المتالي إما كان عن طريق المعقمات الموجودة عندنا أو عن طريق الماء والصابون بعض الأسئلة ومهات غالباً هي اللي بتسأل هل ياترى الأكياس أو مثلاً العلب الكرتون أو البلاستيك اللي ممكن تفوت مثلاً إلى المنزل كيف يتم التطهير التطهير يتم عن طريق الكلور الكلور ناخد نحن تقريباً 10 سانتي من الكلور واللي هو نفسه الماء جافيل أو الكلور المستخدم التنظيف داخل المنزل منضيف له طبعاً عبارة عن لتر ماء 10 سانتي أو 10 ميلي 10 سانتي مكعب أو 10 ميلي بحجمي من الكلور يضاف إلى 100 ألف ميلي من الماء يتم خلطه طبعاً ووضعه ضمن بخاخة بصير في بخ على الملابس أو على الكياس الموجودة أو على الكراتين اللي موجودة ضمن اللي تأتي من الخارج المنزل أي شخص فينا لازم يعرف هي الأمور صار في عنا نحن موضوع الماء والصابون صار في عنا نحن موضوع المعقمات المعقمات سؤال مهم جداً لازم نعرفه الكحول لنسبة الكحول بينما فيها موجودة عنها نحن فوق الـ 60% بعض المعقمات لنسبة الكحول فيها تحت الـ 60% ما بتقضي على الفيروس بعض الأشخاص اللي ممكن يستخدموا الخل أهلية ترى هو بيقضي على الفيروس أبداً لا يقضي على الفيروس اللي يقضي على الفيروس الماء والصابون المعقمات مثل اللي فيها نسبة كحول فوق 60% اللي كلور مثل ما حكنا نسبة 10% ملي ما نحطها تقريباً ضمن لتر من الماء طيب نحن واجبنا كأشخاص موجودين أنا شخص موجود داخل المنزل هل استخدام معقمات؟ ما في داعي استخدام معقمات لأن استخدام المتكرر للمعقمات يؤدي إلى تهيج للجلد ويؤدي نوع من أنواع التحسس وظهر هل حالياً نحن كأطباء بتجيني كتير من الأسئلة دكتور أنا في عندي نوع من أنواع التحسس هل حالياً باليد بسبب الاستخدام المفرط للمعقمات هل في داعي لشخص موجود داخل المنزل ما عم يحتك بأي أشخاص أنه يستخدم معقمات؟ ما في داعي لا للكحول أبداً ممكن عن طريق الغسيل بالماء والصابون فقط شخص خرج لأ الخارج مهم جداً نحن عندهم كورونا فهدول الأشخاص إذا خرجوا إلى الخارج لازم يكون في عندهم أو حتى عنده أعراض أم في الونزا يعني هو غير ما يعرف نفسه إذا عنده أعراض كورونا مجرد يكون عنده عطاس أو سعال لازم يكون في استخدام للمسك وخاصة في الأماكن العامة وسائل النقل لأنه شخص واحد موجود ضمن وسيلة نقل عام ممكن ينقل لكثير من الناس اللي حوالينا استخدام الكفوف ممكن تستخدم طبعاً ببعض الأماكن وخاصة الأشخاص اللي في عندهم تماس مع أشخاص شاكين أن يكون في عندهم كورونا هل في أشخاص ممكن يكون عندهم كورونا ويكون في عندهم تماس مع أشخاص آخرين؟ طبعاً المرضى مو جميع المرضى عندنا موجودين ضمن المشافي في عندنا شيء اسمه الحجر المنزلي تأتي إلينا مثلاً مريضة عمرها 20 عام ما في عندها غير أعراض عبارة عن سعال جاف في الإضافة لحرارة لكن حالتها العامة جيدة هاي المريضة منبعاتها إلى المنزل ومنخبر أنه هاي المريضة ممكن يصير في عندها حجر منزلي في بسبب الضرورة أنه هي تكون ضمن المشفى لكن المخالطين بالنسبة لها لازم يكون في عندهم كمامة بالإضافة للمريضة بالإضافة للشخص لذلك ما لازم يكون في عندنا نوع من الناع الهلع ولا نوع من أنواع الخوف من التعامل مع فيروس الكورونا بالعكس هو تعامل واعي ومسؤول من كل الأشخاص معرفة هاي الأمور معرفة الأعراض معرفة كيفية انتشار المرض ونوصل لمرحلة إن شاء الله ونقطع سلسلة العدوى اللي موجودة ضمن المجتمع هو واجبي أنا كطبيب أن يوصل هاي المعلومات واجب الشخص اللي عم يسمع يسمع هاي المعلومات وينشرها ويطبق أدوات قطع سلسلة العدوى اللي موجودة ميناء اشتركوا في القناة